برضو مهمة والغاية النهاردة احنا مش عارفين طبيعة ودور المدير الفني للاتحاد ايه يعني احنا كنا بنعيب على الناس اللي اشتغلوا قبل كده في هذا الموقع يعني او هذا المنصب ان هم ما بيعملوش حاجة وبيكتفوا بالقيام بالاعمال الروتينية زي دورات مدربين مش عارف ايه الكلام اللي هو اي حد ممكن يعمله الاتحاد ممكن يعمله من غير مدير فني ممكن هو ينظم الدورات دي ده لا انا بتكلم فيه لكن اللي هو خط اللي هي مستقبل الكرة المصرية اللي هو التواصل الاجيال انا فكر ده النقطة اللي كانت فيها محمد صلاح بالزبط اللي هو عدم وجود تخطيط لما هو قادر وبعدين هو بالفعل بس دي الاهم بالنسبة لنا هو بالفعل زي ما السيد محمود قال انت امتى كان لك السيطرة والسيادة على الكرة الافريقية لما كان عندك هذا التواصل ناشئين شباب اولمبي منتخب اول ولو كده هتلاحظ ان المدربين اللي مسكوا يعني انا عايز اقول انه حسن شحاتة وشوئي غريب لما اتقابلوا اللي اتنين في المنتخب الاول كانوا اللي اتنين عاملين انجازات على مستوى الناشئين والشباب وصلوا خدوا بطولة افريقيا ووصلوا كاس عالم فجمعوهم مع بعض فكانت اهو ده تخطيط اسم لو كان مقصود هو كان مقصود الحقيقة بس ان هم يتقابلوا الاتنين ويشتغلوا مع بعض كجهاز واحد دي جات بقى نتيجة كان قامة كابت سامير زهر فكتفكرة ان هو ازاي طبعا عندي الكوادر الوطنية في مجال التدريب اقدر اجمعهم واقدر اعمل منهم جهاز فني مقترم ولذلك المدير الفني فينجادة اتحاد الكورة يجب ان يبحث في اول مهمة له بعد كاس الامم يعني جدوى استمراره اذا كان له دور فعلا وهيعمل حاجة أهلا وسهلا انما هيبقى مجرد ان هو قاعد هو على فكرة حسب المعلومات اللي عندي ان القرار الشربي متاخد يعني انه يمشي مش كده ايوه اه اه طيب ما هو يمشي يبقى فيه حد يعني بديل له يعني اما هو شخصيا ما احنا قلناها برضو عندك هنا كابتن اسلام طب انت شايف مين اللي ينفع بديل قبل من سيب قصة البديل دي يعني وهيعمل ايه لو بديل لنالوفنجادة لا هتحتاج بقى تدور في المدربين الموجودين برضو خلي بالك السنين اللي فاتت دي حصل ايه فيه ناس كبرت وناس اعتزلت يعني لازم انت عشان تجيب حد هو تدور اه لازم تدور